دمويون دهاؤهم لا مثيل له لا مكان للرحمة في قلوبهم فباتوا الأخطر على وجه الأرض سماهم التاريخ بالفدائيين الأوائل اسمهم خدع كل من سمع بهم ولكن هدفهم لا يختلف عليه اثنان أو هكذا يقال إنهم طائفة الحشاشين نسمع بين الحين والآخر كلمة فدائيين كلمة تشكل تصورا في أذهالنا بالقتال والحرب الدفاعية تقدم هذه الكلمة عند تنفيذ عملية خاصة ضمن ظروف صعبة هل تعرف أن هذه الكلمة التي ألفناها بالعصر الحديث أنها كلمة ليست بحديثة على الإطلاق إنها تعود إلى القرن الحادي عشر الميلادي نعم صدقوا وهو ما سنخبره عنه عن الفدائيين الأوائل الذي سيغشكم اسمهم بالوهلة الأولى واسمهم الحشاشين كانت بدايتهم بمصر على يد رجل فارسي اسمه الحسن ابن الصباح وذكرت هذه الشخصية في كثير من الروايات ولكنها شخصية حقيقية لا خيالية وولد الحسن ابن الصباح في مدينة قم في إيران واعتنق المذهب الإسماعيلي في مصر وأخذ على آتقه نشر هذه المذاهب وأسس مجموعة الحشاشين الأكثر دموية أو هكذا يقال وقد يخيل لك عندما تسمع عن طائفة الحشاشين أنهم يتعاطون الممنوعات ولكن اسمهم لا يكشف عن هويتهم الحقيقية أو رسالتهم فهي طائفة دينية إن صح التعبير وأكثر الجماعات الدموية ودهاء على مر التاريخ